لنقاش هذه التفاصيل السياسية ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمّاً الباحث السياسي الدكتور صباح علو أهلاً بكم دكتور أهلاً ومرحباً بكم كيف تفسرون عدم حسم تشكيل الوزارية لسيام الوزارات الأمنية برغم من مرور أكثر من شهرين على تكليف عادل عبد المهدي؟ حقيقة ما يحصل في مسألة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سيد عادل عبد المهدي يدلل على عمق الفساد السياسي هذا جانب جانب آخر هو أن عملية التأثير الإقليمي والدولي على مستقبل هذه الحكومة واضح المعالم من خلال عمليات التغيير في مسألة ترشيح العناصر التي يجب أن يعتمدها مجلس النواب هذا يدلل لنا أيضاً على ضعف إرادة الحكومة القادمة وحتى لو شكلت في التأجيل القادم يوم الثلاثاء القادم في إنعقاد مجلس النواب في مسألة اعتماد وزارتي الداخلية والتفاع أو الوزارات المتبقية الخمسة حقيقة ستكون لدينا حكومة ضعيفة بقيادة السيد عادل عبد المهدي أو هناك قوى تعمل على وضع العراقيل أمام تشكيل الحكومة للسيد عادل عبد المهدي للعمل على استبداله وهذا يتضح لنا ولكن يجب أن ندرك جانب جوهري وأساسي أن نعمق الفساد في التأثير في مسألة عمليات البيع والإرضاء وعمليات التوافق التي لا تخدم عملية التطور الذي نبغي إليه أو التغيير الذي يبغي إليه الشارع العراقي في مسألة إزاحة كل شكل من أشكال الفساد وخاصة الفساد السياسي في مسألة عمليات البيع والشراء للمناصر بتزامن مع هذه الأزمة في تشكيل الحكومة ما خلفيات الصراع القائم حول منصبي محافظة البصرة وبغداد ليس مسألة تغيير المحافظين في بغداد أو في البصرة وإنما هناك من يخلق حالة الأزمات لإبقاء حالة الأزمة السياسية باقية لفترة أطول كي نعطي الفرصة لعملية إسقاط السيد عادل عبد المهجي رغم ضعفه القوى السياسية الموجودة والمتصارعة رغم التوافق على وجوده لاحظ يريدون أن يعيدون عملية المحاصصة بشكل واضح والإستحقاقات الانتخابية وهذا هو نقطة الضعف للسيد عادل عبد المهجي عندما طرحها قبل أكثر من شهر طرحها أن طلبها من القوى الفائزة أو الكتل الفائزة أن تقدم مرشحيها وهذه نقطة ضعف نقطة ضعف كبيرة جداً سواء في قانون الانتخابي أو في شخصية السيد عادل عبد المهجي ومن يعمل على دعمه لذلك حتى لو شكلت الحكومة ستكون ضعيف أما الصراح في مسألة وجود المحافظين في كلهم من بغداد والبصرة والنجاب وفي غيرها وفي اعتقاء وفي كاركوك أيضاً هذا يدلل لنا على أن القضاء يحمل صفة توجيهية من قوى سياسية أي لا يمتلك حالة الشفافية وأغلب المعترضين يذهبون إلى القضاء ولن يذهبوا إلى عملية الدستور وبنوده أو القوانين التي أقرت خصوصاً بالنسبة للمحافظين ومجالة المحافظات نعم هذا هذا يعني نمو الشر دكتور بحديثكم عن النجف وكاركوك جاءت إقالة محافظة نجف بسبب تهم فساد الأمر ذاته بالنسبة لمحافظة تأميم الذي صدر بحقه أمر قبض وتحري كيف تقرأ هذه الإقالات في هذا الوقت بالذات وفي ظل هذه الأزمة السياسية التي كنت قد تحدثت عنها في هذا اللقاء كما نقول حقيقة القوى السياسية المتصارعة في داخل البرلمان تحاول أن تخلق حالة من حالات الأزمات وتريد أن تقول أنه نحن من يقرر تشكيل الحكومة من خلال وجود أزمات جديدة للسيد عادل عبد المهدي قبل استلامه لاستكمال الكابينة الوزارية سواء المحافظات أو غيرها مسألة الفساد هناك عموم المحافظات عموم المحافظات لا تخلوا من فساد إداري ومالي كبير جدا أما أثيرت في بعض المحافظات في اعتقادي لو الشهر القادم استمرت حالة عدم تتمكن السيد عادل عبد المهدي من تشكيل الحكومة ستعم عمليات تحريك استبدال أو عملية إقصاء أو شكاوي في النزاهة أو غيرها بالنسبة للمحافظات ومجالة المحافظات ستتوسع بشكل كبير جدا وسنرى السيارع العراقي قد يأتي بشيء جديد في انتفاضة وهذا وارد بدء من الجنوب وخاصة في البصرة أشكرك جزيلا شكرا دكتور صباح علو الباحث السياسي كنت معنا عبر الهاتف من عمان